طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مدة الرياضيات للصف الأول سوف نأخذ اليوم درسا جميلا عن المجسمات الهندسية عن المجسمات الهندسية لكن في البداية يا طلاب الأعزاء لنستذكر معا الأشكال التي تعلمناها في الأسبوع الماضي انظروا إلى هذا الشكل ماذا الشكل يا أول؟ أحسنتم إنه مربع تعلمنا الأسبوع الماضي بأن للمربع أربعة أضلع واحد اثنان ثلاثة أربعة وتعلمنا أيضا بأن لديه أربعة رؤوس واحد اثنان ثلاثة أربعة رائعين لن تقل إلى الشكل الثاني ماذا الشكل يا أول؟ أحسنتم إنه مستطيل تعلمنا بأن للمستطيل أربعة أضلع أيضا واحد اثنان ثلاثة أربعة وتعلمنا أيضا بأن له أربعة رؤوس واحد اثنان ثلاثة أربعة ننتقل إلى الشكل الثالث ما هذا الشكل يا أول؟ مثلث ما لون المثلث أخضر رائعين المثلث يوجد له ثلاثة رؤوس هيا لنحددها معا واحد اثنان ثلاثة ولنحدد معا أيضا أضلعه واحد اثنان ثلاثة لديه ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلع نأتي إلى هذا الشكل ماذا الشكل الجميل؟ ما لونه؟ أحسن طعم لونه وردي واسمه دائرة الدائرة يا طلاب الأعزاء لا يوجد لها رؤوس ولا يوجد لها أطلع ننتقل الآن إلى درسنا الجميل واسمه المجسمات الهندسية ما اسمه؟ اسمه المجسمات الهندسية في البداية لنتعرف معا ما مفهوم المجسمات الهندسية؟ يعني يمس أنوارشيان مجسمات؟ المجسمات يا أول هي أشكال ثلاثية الأبعاد طيب يمس أنوارشيان ثلاثية الأبعاد؟ يعني يوجد لها طول يوجد لها عرض ويوجد لها ارتفاع انظروا مثلا إلى هذا الشكل هذا الشكل يسمى مجسم هذا الشكل يسمى مجسم ثلاث الأبعاد ما معنى ثلاث الأبعاد؟ يعني يوجد لديه طول يوجد لديه عرض ويوجد لديه ارتفاع أحسنتم يا طلابي نرحب معا بالمجسم الأول هيا يا أول رحبوا معي بصديقنا المكعب أهلا وسهلا بك يا مكعب انظروا هذا هو المكعب نتعرف معا على المكعب مرحبا يا أعزاء الأطفال أنا المكعب أنا لدي ستة أوجه انظروا إلي الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث الوجه الرابع الوجه الخامس والوجه السادس إذن أنا اسم المكعب ولدي ستة أوجه جميعها على شكل مربع جميعها على شكل مربع وجميعها متطابقة متساوية أنا المكعب لي ستة أوجه جميعها مربعة ومتساوية انظروا أيضا أنا المكعب لدي ثمانية رؤوس هيا لنحددها معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن كما رأيتم الآن لدي ثمانية رؤوس وأيضا انظروا ماذا لدي يا طلاب الأعزاء لدي اثنى عشرة حرفا اثنى عشرة ضلعا انظروا واحد اثنان هيا عدوا معي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر إذن لدي اثنى عشر حرفا إذن يا أطفال الأعزاء تعرفنا إلى صديقنا المكعب وتعلمنا بأن لديه كم حرف اثنى عشر حرفا وستة أوجه وثمانية رؤوس الآن رحبوا معي بي أو لنأخذ أشكال للمكعب من حياتنا انظر يا صغيري حولك في الغرفة انظر ماذا يوجد أشكال هل يوجد حواليك أشكال على شكل المكعب ممتاز هناك أحجار النرد التي تلعبون فيها في الألعاب وأيضا الكعبة المشرفة على شكل المكعب وأيضا يوجد لديه علبة الهدايا على شكل المكعب وأيضا يوجد لديه مكعب روبيك الذي تستطيعون لعبه ووضع جميع الألوان في جهة واحدة هذه أشكال للمكعب من حياتنا ابحث أيضا عن أشكال من حياتك أنت وأخبرنا بها رحبوا معي الآن يا أطفال الأعزاء بالشكل الثاني وهو متوازل المستطيلات أهلا وسهلا بك يا متوازي أهلا وسهلا مرحبا أنا متوازي المستطيلات انظروا إلي ما أجملني وما أروع ألواني لدي ستة أوجه انظروا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة انظروا إليها لدي ستة أوجه لأخبركم سرا عن أوجهي كل وجهان متقابلان متساويان مرة أخرى كل وجهان متقابلان متساويان وجميع أوجهي مستطيلة الشكل جميع أوجهي مستطيلة الشكل لذلك سموني متوازل مستطيلات إذن لدي ستة أوجه وجميع أوجهي على شكل مستطيل انظروا أيضا لدي يا أطفال الأعزاء ثمانية رؤوس هيا لنحددها معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن اسمي متوازل مستطيلات ولدي ثمانية رؤوس انظروا أيضا لأخبركم سرا عني لدي اثنى عشر حرفا لنعدها سوية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر إذن لدي اثنى عشر حرفا أنا متوازل مستطيلات لستة أوجه ولثمانية رؤوس ولاثنى عشر حرفا لنتعرف على أشكال للمتوازي المستطيلات من حياتنا انظروا ما هذه يا أول أحسنتم إنها ثلاجة إنها على شكل متوازي مستطيلات انظروا أيضا أحسنتم الكتب وهنا أحسنتم الخزانة أو الأدراج هذه على شكل متوازي مستطيلات حسن يا أطفال الحلوين فقط العباقرة الذين سوف يقومون بالإجابة عن هذا السؤال ما أوجه الشبه والاختلاف بين المكعب والمتوازي يعني يا ميس شو الأشياء اللي بتشبه بعض بالمكعب والمتوازي المستطيلات وشو الأشياء اللي بتختلف عن بعض من يجاوبني أول يلا فكروا أحسنتم المكعب ومتوازي المستطيلات الشكلان والمجسمان لديها ستة أوجه رائعين المجسمان لديهما نفس عدد الرؤوس ثمانية أحسنتم المجسمان لديهما عدد الأحرف نفسه وهو إثنى عشر حرفا رائعين صفقوا لأنفسكم طيب ما أوجه الاختلاف بين المكعب ومتوازي المستطيلات ممتاز المكعب جميع أوجهه مربعة أما متوازي المستطيلات جميع أوجهه مستطيلة كما قلنا سابقا إذن متوازي المستطيلات مجسم له ستة أوجه ثمانية رؤوس إثنى عشر حرفا ننتقل الآن يا أطفال الأهزاء إلى المجسم الثالث رحبوا معي يا طلابي بـ أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك يا أسطوانا أهلا وسهلا بك يا مس أنوار نتعرف معا على شكلي أنا اسمي أسطوانا هذا هو شكلي أنا اسمي أسطوانا هذا هو شكلي أنا جميلة جدا وسهلة جدا لن أطعبكم أبدا يا أول لدي وجهان على شكل دائرة لدي وجهان على شكل دائرة ولا يوجد لدي أمس أنوار أية أضلة ولا يوجد لدي أية أحرف فقط لدي وجهان على شكل دائرة كما هو مبين لكم في الشكل شكرا لك يا أسطوانا لتعرف على أشكال الأسطوانا من حياتنا يا أول أحسنتهم لدينا علبة الألوان على شكل أسطوانا لدينا طبشور على شكل أسطوانا ولدينا أيضا معطر الجو على شكل أسطوانا يوجد أشكال كثيرة أخبرني بها يا صالبي الجميل شكرا لكم يا أعزاء الطلاب وأرجو أنكم قد استمتعتم بهذا الدرس الجميل أرجو منكم أن تقوموا بعمل مجسمات لأشكال التي أخذناها المكعب والأسطوانا وأيضا للمتوازي المستطيلات شكرا لكم وإلى اللقاء